ليست هذه المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي يخرج بها العمال لإحياء يومهم يوم يرافقه الألم وسط ظروف معيشية صعبة والأمل نحو مستقبل جديد وكانت أولى محطات هذا اليوم في روسيا حيث شهد وسط العاصمة موسكو مسيرات حاشدة نظمتها الأحزاب والنقابات المهنية احتفالا بعد الربيع والعمل وليس بعيدا عن روسيا وفي العاصمة الأوكرانية كييف تحديدا اتجهت المظاهرات نحو العنف حيث اعتقلت الشرطة 19 شخصا بعدما حاولت مجموعة عرقلت مسيرة عيد العمال التي نظمها الحزب الشيوعي في البلاد وفي عمق أوروبا مدينة الأنوار باريس تظاهر الآلاف من التابعين للنقابات العمالية خلال مسيرة حاشدة واحتج العمال المتظاهرون على السياسة الأوروبية التي تتبناها فرنسا والمتمثلة بالتقشف وبقاء في القارة الأوروبية وفي اليونان تحديدا حيث انسجمت صفوف العمال مع وزراء الحكومة الذين انضموا للعمال المحتجين في مسيرة جابت شوارع أثينا وأعرب المتظاهرون عن دعمهم لخطوات الحكومة التي تسعى إلى إلغاء إجراءات التقشف وختاما في ساحة تقسيم التي احتشدت بها أكثر من عشرة آلاف تركي غاضب من سياسة الرئيس رجب طيب إردوغان ما قلب تظاهرات إلى حالة فوضى بيد أن قائلهم يقول إن هذه المظاهر ما هي إلا دليل على صمود الطبقة الكادحة والعاملة التي ستبقى تكافح جيلا بعد جيل حتى بزوغي فجر جديد اشتركوا في القناة